تحديس جديد لمشغل التطبيقات وهو عبارة عن تحديس السلس وهو عبارة عن تحديس أقل استهلاكا للطاقة من التحديس كمان اللي قبله والتحديس جديد بيجعل هواتف شاومي وهواتف ريدني خلينا نجي نشوف التفاصيل ادعم الفيديو باللايك وحبنا أكتر وأكتر الآنكم زي العسل وخلينا نشوف التفاصيل ورجعنا لكم جديد صلو على سيدنا محمد الله ما صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد التحديس زي ما انت شايفت طلع معي هنفتح التطبيقات أمامك لاحظينه التحديس السلس لاحظينه التحديس رائع التحديس حركة التطبيقات طبعا هذه تنتمي إلى مواصفات جهازك والصحيح يعني يعتبر من التحديسات الكويسة تحديسات السلسة وأيضا تحديسات جميع التطبيقات في الخلفية أو فتح التطبيقات في الخلفية السلس جدا لاحظينه طبعا انت لاحظ اللون هذا واللون الفوق هذه طبعا الخلفية موجودة على قناة الخلفيات في التليجرام خلفيتين اجداد حطينا اليوم وعندنا أيضا بالنسبة للتحديس لو اجينا على الاعدادات وبعد الاعدادات اجينا على التطبيقات وينك يا تطبيقات ادارة التطبيقات. واجينا هنا كتبنا مشغل التطبيقات. هيجي عندنا التحديس هذا الاصدار يجي ستلافة سبعمية واربعة وستين. طبعا هنا في عندنا الغاء التسبيت. اذا الغاء التسبيت تلغي اخر تحديس عندك. وبترجع للتحديس اللي كان على الفاستبوت او اشي. مسح البيانات ويقاف اجباري وهكذا. في عندنا طريقة انه انت لما بدل ما انت تيجي تعمل عملية الغاء تسبيت التحديسات. لو لو اعملت الغاء تسبيت التحديسات لمشغل التطبيقات. هيصير عندك الصفحة هاد او الشاشة الرئيسية هتطلخ بق. هتصير عندك يعني حاجة جديدة هيك ترتبها من جديد. انت بتقدر تعمل نسخ احتياط. ودائما احنا حكينا عن الموضوع هذا. بتيجي هانا على اهدادات. وبتيجي على حول الهاتف. وبتيجي على حاجة اسمها النسخ الاحتياطي. وبتيجي على الجهاز المحمول. وبتيجي هانا تكتب الرقم السري. وبعدين منيجي نلغي هذه الزرقة وهذه وهذه. ونيجي على بيانات تطبيق النظام الاخرى. وبننزل تحت هتلاقي مشغل التطبيقات بتعمل نسخ احتياطي. انت الان عملت نسخ احتياطي. الان بتقدر لو ويجيت عملت هنا لغاية تسبيت التحديسات. الشاشة الرئيسية هتطلخ بط وتصير مش طبيعية. يعني تكون الترتيب اللي انت عملت هيروح. فبتيجي بعديها. بتيجي ايضا على الاعدادات على حول الهاتف. وبتيجي على النسخ الاحتياطي والاستعادة. وبتيجي هنا على الجهاز. نرجع التاني. بتجي على الجهاز المحمول. تحط الرقم السري. وبتيجي هنا على الاستعادة. وبتعمل هاي الان اتنين وعشرين ساعة اه احداش وتل تقريبا. اخر او اخر نسخ احتياط وبتعمل الاستعادة. الان بيرجع الاستعادة تماما تماما. بعد ما تم إلغاء تسبيل التحديسات. بترجع الشاشتك كما كانت سابقا. هذي ميزة مفيدة جدا. يعني اجينا على الاعدادات واجينا هنا على الشاشة الرئيسية. احنا دخلنا الان على مشغل اه التطبيقات. اه الشاشة رئيسية. بنقدر احنا نستخدم الكلاسيك الوضع البسيط هو الايقونات. مسلا نجمع الايقونات حسب اه فئات ملونة. ايش يعني? لما تسحب زيك هيظهر معنا هنا ايقونات ملونة. لاحظنا كل الالوان هنا. بدي هي تطبيق بالذكية. يعني انت الان لو اجي تبحث عن تطبيق مش موجود عندك بالجهاز. مسلا نختار تطبيق احنا مش عاطينه بالجهاز. مسلا انستجرام ما في. بيقول لك هنا البحث عن انستجرام في متجر بلاي. بتيجي هيكة. بتدخل مباشرة على متجر بلاي وبتعمل تسبيت للانستجرام والتطبيق اللي انت بحثت عليه. في هنا اجهزة اخرى بتيجي بالشكل هذا. بحن نسحب زي هيك. بيجي معنا جوجل. نلاحظ انه هنا في رمز جوجل موجود. بتبحث معنا التطبيقات حسب الالوان زي ما قلت لك. وبتيجي هنا تبحث. واللي ما بيطلع معك بقول لك البحث في ايش? تطبيق جوجل بلاي وبتدخل عليه وتبحث عليه بالذكية. ومن ضمن الميزات اللي اجت اخر ايش بالنسبة لتطبيق مشغل التطبيقات. تيجي هنا هتلاقي مركز الاشعارات ومركز تحت تعمل على بحث. ولو سحبت هيطلع معنا هيو عملية البحث. لاحظ انا عشان هذا اصدار تايواني ما في ميزة كمان الجديدة تمات اضافتها هيها نسحب زي هيك بيطلع معنا المجلدات الجديدة مجلدات نفسها هي اسلوب حياة طبعا هذي يتم تجميعها التلقائي. تضغط زي كل التطبيقات بتظهر عندك. تفتع تطبيق البنتكية. تسحب السحبة. السحبة هذي. هذا بيظهر معك ولكن هذا ازا ما ظهر معك بتروح على الاعدادات وبعدها بتروح على الاعدادات الاضافية وبتختار المنطق اندونيسيا علشان يظهر معك. وبعدك بتحولها اي دولة تاني دولتك ما في مشكلة. عشان يظهر عندك وتكون محدس منصة التطبيقات شايفة هذي المنصة تكون محدس على اخر اصدار. لازم تكون محدس على اخر اصدار. وحط لك الرابط ايضا للمشغل والمنصة. واحنا بنعرف من الميزات اللي اجدت في مشغل التطبيقات. الميزة هذي تعديل المجلد. ممكن تخليه كبير او صغير او قياسي يعني. ويكون المجلد هيو كبير. مسلا بتجع قياسي بيكون هيو صغير. فانت تتحكم فيها على حسب اصدارات اللي وصلت اصدارات اندروي تلتاش مع واجطة. خلينا بالمرة نحكي لكم عن التحديس اللي وصل لتطبيق الثيمات. هذا تطبيق الثيمات الان في له تحديس جديد. الان الان وصل. رغم انه قبل شوية عملنا فيديو عملنا تحديس اللي قبله. اه نفس الاشي ما فيش اشي جديد يعني ما في اشي جديد. يعني هيكون سلس اكتر هيكون فيه اصلاحات معينة. هذا المكان لو دخلت فيه. في ناس بيقولولي نمط القفل مش راضي يزبط معي. بتدخل هنا زي ما دخلنا على ثيمات مخصصة وبتختار الثيم في نمط القفل بتختاره. تختار اياه ثيم من هدول في نمط القفل وبصير معك لما تيجي تدخل. هاي مسلا هذا نمط القفل انا مختاره. وبتطلع من هذا المكان. الثيم اللي انا مستخدمه. ايو موجود. اي اسم هذا الثيم اللي انا مستخدمه على الجهاز. كل الجهاز. الثيم حلو. شاشة القفل الصحيح حلوة. تيجي هنا تختار كمان بالدكية. وتختار وحاجات كتير موجودة في هذا الثيم الزاقي. لو ضغطنا ضغطه طويلة على تطبيق الثيمات ومعلومات التطبيق اتنين اتنين سبعة اربعة. هالي اخر التحديث. وصل لتطبيق الثيمات وهالي عبارة عن تحديث جديد. لسه بنزلش عند الكل. هتنزله الان ويكون امورك لوزللوس. ازن هيكون عنا تطبيق الثيمات تحديث له. منصة التطبيقات ومشغل التطبيقات. تلات تحديثات في الروابط هيكون في صندوق الوصف وفي قناة التلقى. واللي سألني على حجم الايقونة. انا كيف ابدلها حجم الايقونة. بتيجي على الاعدادات وبتيجي بعدها على الشاشة الرئيسية. وبعدين فيها هنا هتلاقي حجم الايقونة. بتقدر تتحكم في حجم الايقونة زي ما انت عايز. لون الخلفية لون الايقونات هدول بس وقتش بتغيره لما تكون حاطى الثيم الكلاسيكي او الافتراضي للايقونات. يعنietсолют الايقونات لو ادينا علي الايقونات نجي على تطبيق الثيمات. ونجي هان على الايقونات. نختار الكلاسيكي نقول له تعين. الان لو اخترت الكلاسيكي اطلع معي ايش هزير هي الايقونة الكلاسيكية هن يجي نعمل زي هيكة وني جي على الاعدادات ونيRAWLMIZ điều ونيجي على حجم الايقونة. ونيجي على الخلفية مسلا لون افتراضي يدي لونها اخضر. هم? هيصير معنا الان اللون الاخضر لمن? لهذه الايقونات. كلها لجوجل تابعة تقريبا. رسالة الاتصال آآ كروم. وعن هنا يوتيوب آآ جوجل بلاي وهنا تطبيق كمان التليجرام. وهذه التطبيقات كلها باللون الاخضر تقدر تغيرها باللون تاني زي ما انت عايز على حسب انت ما تحب. ولكن لازل تكون حاطط آآ الايقونات على الثيم الكلاسيكي او الافتراضي. حجم الايقونات لو بديها لون بني. هتظهر معنا اللون هيكل بني. وهذا ما كان لدينا. نلتقي في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.